اشتركوا في القناة الشبك والواجهة الأمامية والكبوت اللي يرفعوا بشكل بسيط كل الأشياء هذه عارفينا بس الإضافة الحلوة اللي عجبتني أنا صراحة وعجبت كثير من الناس القير التوماتيك ترا في ناس أكيدك الغلبية يحبون القير عادي يبي ينزل القير عادي وتكلمتك ما الكلام هذا بس ناب رح ينزل طبعا هذا الرفرف رفرف ربع بس مو الفل رح ينزل وينش الفل بتشوفونه الحين ولا بنزلهم مقطع ثاني إن شاء الله حوصلني حتى مقطع الفل الليد الجديد أنوار الليد زايد الجنط الجديد زايد الطابلون الجديد بس خلونا نتكلم عن هذا تغيرات اللي صارت تعتبر بسيطة لكن أضافوا القير التوماتيك وهو الأهم للناس اللي يحبون ويابون قير التوماتيك ونزل مكينة الأربع سلندر الديزل اللي رح تكون حجمها الفين وثمامية نفس حجم حق بس رح يكون المبرد مائي المبرد المائي اللي رح يكون وين فوق المكينة هذا بيعطيك أكثر تبريد وإذا عطاك تبريد أكثر رح يعطيك عزم أزين ورح يكون كم مئتين وواحد حصان والعزم خمسمائة نيوتن الشاص القبل المكينة الثمانة سلندر كان مئة ستة وتسعين حصان وقير عادي زايد 430 نيوتن وهو ثمانة سلندر فهذا انزلت أربع سلندر أقوى لا بالأحصنة معلش لا بالأحصنة ولا بالتورك شوفوا شكل القير هذا الداخلية طبعا الربع يعني بيكون أفضل وكثير من الناس أنا عرفهم خاصة الشاص يابون الديزل ويابون القير التوماتيك هذه الحالة الربع بنزلك بمقطع إن شاء الله بكرة بإذن الله للفل شوفوا صار فيه زر حق من حدرات أنا بأنا متخيل جيب ربع فيه زر من حدرات أغراض السيارة والتبريد اللي بالدرج صار فيه الزر حق الباور تذكرون اللي يجيب التوماتيك زايد التو اند اللي يصيري قوم القير باثنين هذا الفئات الأقل راح يكون الطبلون العادي وحطوا مثبت سرعة بعد الأهم اللي ما كانوا اللي جاءوا مثبت وادرك شون بعد الجديد هذا الشاص هذا الشاص يعتبر موفل لو تلاحظون ما فيه خطوط لأنه كل وكيل يركب خط من عنده بس نقول إن شاء الله قطوط زينا إن شاء الله يا رب يا كريم الصدمات وبعض الأشياء يركبونها بعدين طبعا لكن الشبك أنا بالنسبة ليه صار فخر من الموتر حتى كثير من الناس صار يعجبهم وفيه ألوان ثاني اللي فيه مقطع عندش اللون الرمادي طالع خيالي هذا بالنسبة للشاص بإذن الله وما ينزل الفل رح نصوروا لكم البنزين بالنسبة للغير البنزين رح ينزل منه غير تماتيك وغير عادي كلهم رح ينزل غير تماتيك وغير عادي لكن الأربع سلندر الديزل ما رح ينزل إلا تماتيك فقط هذا أنوار هولوجين وصراحة المفروض يا صديق الياباني مدامك حطيت اللد بالفل خلاص شلل الهولوجين الناس ما يبونه شوف هذه صرفية الديزل شوف كم يمشي كليتر 11.7 فصراحة يعني أنا شوفوا الحين اللد نهاري بس قدام والأنوار هولوجين ما تجي ما تجي ما أدري ليش هذه المكينة وهذا التبريد المائي اللي عكس الحق الهايليكس 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 رح يكون نفس المكينة ال2008 العادية نفس اللي حنا عارفينه المبرد هوائي قدام الشاص الجديد والربع المبرد مائي فوق المكينة زيه زي الجديد الديزل المكينة 3.3 زيه بس مو نفس المكينة بس إنه زي طريقة التبريد حقه بيكون بيعطيك كفاءة تبريد المكينة أكثر وعزم أفضل زايد صوت الديزل بسر أقل شوفوا شكل الجيل شوفوا الجيل اللي على اليمين بعضهم متابعين رسلوا لي بندر قالوا وين هالدبل قالوا ليس الزر قلت لا يدوي بس إنه مو واضح نازل تحت مخارج تايب سي وشوفوا اللي قلت لكم الإزرار اللي هو زر حق المحادرات وزر الباور وزر فاصل مع انزلاق وزر اللي قوم القير باثنين أنا لاحظت إنه في كثير من المتابعين عندي لا بسناب ولا بإستجرام شوفوا حتة تفاصيل اللي داخل هذه صراحة طلعت حلوة أعجبهم التغيير أعجبهم لأن الموتر هذا اللي هو شعبية شوفوا هذا المثبت حق السرعة الموتر لو شعبية الموتر لو شعبية شوفوا هذا الرفرف الرفرف في شي بيجي فل في شي موجايل فل حسب الفئات اللي قبل الفل بإذن الله بنزلوا لكم بكرة إن شاء الله نوار لد صراحة تحفة وزايد الطبلون الجديد اللي نزل انتظرونا إن شاء الله بكرة هذا رفرف بس ما هو فل نقول إن شاء الله يا رب تكونوا أسعار زينه ومعقوله وبناسبة للكل وعدنا إن شاء الله بكرة نزل لكم الفل في معنى الله